إذا الآن نكمل مع الكود الخاص في المشاريع واللي هو كود مكرر تماما ما فيه أي شيء جديد نهائيا من الكود اللي عملناه في المستخدمين فنبدأ نرجع على FRM Projects ونبدأ ندخل على الحذف مبدئيا حتى نعمل الجزء الخاص في الحذف هنا عملية Assign هنا عدنا نفس العملية السابقة اللي احنا عملناها اللي يمكن هذا الكود ناخذه من التعديل ونقدنا هذا الجزء الخاص في التعديل نبدأ ناخذه كترل سينا باحتباره هو نفسيته تماما وأضعه كترل V تمام ثم على ذلك نقوم في عملية الحذف بنفس الجزء طبعا هذا اسم الـ User المفروض نحن نقوم بتغييره إلى اسم يكون نسمح بعملية تكراره في كل عملية هذه بالنسبة عملية الحذف عملية جدا بسيطة هنا المشكلة عندنا مشكلة تكرار البيانات في مشكلة تكرار البيانات طبعا لو ترجعها إلى FRM ProjectsAds في تكرار البيانات المفروض انه نفصل في عملية تكرار البيانات وعملية تشك على الـ DoubleCate بالنسبة للـ Data ما بين عملية الإضافة وعملية الحذف أوكي فبالأساس يمكن انه هو أصلا عامل تعديل على البيانات المعنية فيمكن انه يكرر عليها ويبدأ يعدلها بهذا الأساس باعتبار انه هي بيانات مكررة فبالتالي راح أبدي أعمل التالي فيمكن انه احنا نقول انه عملية تكرار البيانات أوكي تكون عندنا بهذا الشكل لكن هذا نضعه إيش نضعه كاستثناء أي بمعنى انه عملية تكرار البيانات راح نبدأ ندمجها مع الـ ID فإذا كان عندنا الـ ID equal to zero تمام يعني إذا كان الـ ID equal to zero إنه هو يساوي عندنا zero وإنه الـ Data هي تساوي لي null أوكي and Data راح تبدي تساوي لي null يعني فارغة تماما فمعنى ذلك إنه عملية إضافة عندنا تمام هنا في عملية الـ else راح نضعها كـ else if تمام عدنا هنا else if وطبعا يمكن إنه ناخذها كـ f منفصلة بشكل كامل يعني ما في أي ربط بين الـ f الأخرى يعني أقول إنه الـ ID أوكي if ID أكبر من صفر فأوكي إنه هنا عدنا عملية تعديل لكن إن أنا في الـ f إذا كانت عدي يساوي null else تمام else إنه عدنا duplicate data فأخذ هذي كـ c واضحها هنا كـ ctrl v تمام وقوم بحذف الـ f اللي موجودة عندي في الأعلى طبعا قوم بحذفها مع الـ else وبالتالي راح تبدي تحذف من هنا قوس فعلى هذا الأساس إنه في البداية هو راح يبدي تشيك إذا كان الـ id equal to zero والديرة هي null هي فارغة فمعنى ذلك إنه عملية إضافة بدون تكرار وبخلاف ذلك يعني عدي else بخلاف ذلك إنه راح يبدي ينفذ هذا الجزء راح يبدي ينفذ هذا الجزء يعني إذا كانت عدي أو بلاش إنه واضحها بخلاف ذلك يمكن إنه ينفذها هو في كل الأحوال لكن يمكن إنه إذا كانت يعني اقرأ معي إذا كانت الـ id equal to zero والديرة تساوي عدي null فأوكي ينفذها وبخلاف ذلك راح يبدي يعرض لك هذا طبعا على هذا الأساس إنه أنت لازم يتفرق ما بين عملية الإضافة وعملية الحذف كلي يعني في الأساس إنه إذا ما كان هذا عندي موجود فبالتالي راح يبدي يقرأ عندك عملية البيانات مكررة ثم على ذلك يقوم بعملية التعديل بمعنى راح يبدي يقرأ هذه في كل الأحوال سواء كانت عندك عملية إضافة أو عملية حذف إذن هنا نقدر نقول إن عملية تكرار البيانات هي لعملية الإضافة لعملية إيش لعملية الإضافة فيمكن إنه نحصرها في عملية الإضافة مبدئيا نبدأ نحصرها كالتالي نقول إنه if id equal to zero أوكي يعني داخل هذه الإف ثم على ذلك أبدي أخذ إف أخرى وقل إف ديرا تساوي لي null أوكي فقوم في عملية الإضافة أوكي هنا قوم بعملية الإضافة وإلا إنه تصبح عندك استثناء لهذه الحالة فبعنى ذلك إنه أعدي البيانات مكررة أوكي فمعنى ذلك إنه أعدي البيانات مكررة وبالتالي أقوم بحذف الألس هنا فالآن أصبح إنه يدخل على عملية الإضافة ثم بعد ذلك يبدو يشيك إذا كانت البيانات عدي فارغة فأوكي إنه ما في عدنا عملية التكرار وبخلاف ذلك فأصبحت عدنا البيانات مكررة طبعا وبالتالي إحنا فصلنا ما بين عملية الإضافة وعملية الحذف تبقى هنا مشكلة إنه أصلا في عملية التعديل يمكن إنه يعدل على البيانات وأيضا تكون البيانات عدي مكررة فهذا أيضا لازم ناخذه بنظر الاعتبار فلازم على هذا الأساس إنه نضع شرط ثاني بالنسبة لهذا المتغير فارديرا داخل عملية إيش؟ عملية التعديل if id equal to zero طبعا فهذا الشرط رح يكون عندنا كالتالي إنه xproject.username إنه يساوي لك edit text أوكي لكن بنفس الوقت لازم أضع شرط الشرط هذا يقول إنه x.ish.id is not equal to id أوكي باحتبار إنهم ما يساوي ولا إذا كان يساوي الـ id multi فبتالي نسمح لي في عملية التعديل الاحتيادية على البيانات فيما إذا كانت لا تساوي إذا كانت لا تساوي الـ id فأوكي إذا كانت تساوي الـ id فلازم ناخذ بنظر الاحتبار عملية الـ duplicate بالنسبة للبيانات ها نقوم بتسمية عادة تسميتها نبدأ تكرر طبعا نفس الكلام السابق اللي موجود عندنا نقل هنا أنا عدي if data one equal to null أوكي فنقوم في عملية التعديل وبخلاف ذلك فراح نقل عندنا duplicate data إذا هنا أقوم بعملية التعديل بشكل احتيادي وهنانا راح تكون عديد duplicate بالنسبة الى البيانات تمام خلينا نعمل start نشوف هل انه شطول عندنا ضمن هذا الشرط فانتج على المشاريع أوكي نقوم بالتعديل طبعا على المشروع نقوم بإضافة مشروع جديد هذا المشروع ناخذ مثلا A الوصف anything ثم على ذلك إضافة تمت عملية الإضافة تمام أوكي ثم على ذلك أقوم بعملية التعديل على التعديل أو أضافة بيانات مكررة نفس البيانات أضافة ثم نشاهد الآن البيانات مكررة لا يمكن نجراء العملية في ماذا قمت في عملية التعديل هل إنه يعدل على البيانات نفسها أوكي نقل له هنا تعديل إذن تمت عملية التعديل بنجاح طبعا هنا تحتاج إلى عملية اللود إنه في الأساس لما نقومنا بالضغط على المشاريع إنه المفروض يقوم بعملية اللود على البيانات فبالتالي هذا يرجع على الفورم الرئيسي نرجع على المين هنا أثناء عملية الضغط المفروض إنه نقوم في عملية اللود بالنسبة للبيانات طبعا إذن هذا السبب طبعا يعود في عملية تحميل البيانات فيمكن إنه نرجع على الفورم ثم على ذلك هنا على عملية التحميل نقوم بحذف هذا الكود السابق الخاص في عملية تحميل اليوزرز يعني في الأساس نتعامل مع المشاريع وليس مع اليوزرز أوكي فخلينا نعمل الستارت الآن طبعا لما نتقوم بعمل لود فبالأساس راح يبدأ يعمل لك لود على المشاريع وليس على المشاريع وليس على المستخدمين